بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقال حسبك يا رسول الله يكفي حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك أي أكثرت من الدعاء وهو في الدر فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر فهزم الله قريشاً ونصر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلامة المجدد الوادع عليه رحمة الله بوابا في الجامع الصحيح باب الدعاء الدعاء للمجاهدين وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم أي الصحابة الذين خرجوا للقتال ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله أي مستعينين في قتالكم بالله انطلقوا على اسم الله وقال اللهم أعنهم اللهم أعنهم يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف قال رحمه الله هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد وبواب أيضا باب الدعاء للغزاة واستذل بما رواه الإمام أحمد عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم أو أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غزى قال اللهم أنت عضودي عضودي أي عوني اللهم أنت عضودي ونصيري أي ناصري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل هذا الحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الوادعي عليه رحمة الله وجاء أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يصلي ويدعو حتى أصبح جاء أنه قام إلى أصل شجرة يدعو الله و يستغيث بالله ويطلب نصر الله جل وعلا فالصحابة نيام مرهقون متعبون وقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو حتى أصبح أكثر من الدعاء وجاء من حديثه سهل بن سعد عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء يعني إذا أذن المؤذن وردت الأذان ودعوت الله فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد قال قال وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا يصححه الشيخ الألبان أما حديث أبي موسى الأشعاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هذا الحديث أعله العلامة الوادعي طيب الله ثراه في أحاديث معلة وقال قتاده لم يسمع من أبي بردة كما قال ذلك يحيى بن معين فالحديث معل لأن قتاده لم يسمع من أبي بردة رضي الله عنه من المناسب في هذا الموطن أن يدعو الإنسان بدعاء الكرب وهذا كرب عظيم كرب عظيم إما حياة وإما موت لا إله إلا الله العظيم الحليم كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد ذكر ذلك النووي في كتاب الأذكار أنه يقال ويدعى بدعاء الكرب يدعى بدعاء الكرب قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا سعيد ابن منصور سعيد ابن منصور ابن شعبة أبو عثمان الخرساني نزيل مكة ثقة مصنف له السنن وكان لا يتراجع عما كتبه لشدة وثوقه ورحمه الله لكن مع هذا أهل العلم قالوا شذ في لفظة في حديث فما هي هذه اللفظة التي شذ بها هذا الإمام رحمه الله حارث نعم حديث عبد الله ابن عباس وفيه في السبعين الألف يعني هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يعني يرقون فهذه اللفظة ولا يرقون شذ بها سعيد بن منصور ومن الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط إلا ابن آمنة الذي عليه جبرائي الهبط البيت الأخير ما هو صواب ابن آمنة لا هو رسول الله هو محمد بن عبد الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فهذا غلط من هذا القائل نعم يعني لأنه نسبه إلى أمه فهو رسول الله قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي ثقة ثبت هذا خالد ابن عبد الله الطحان عن إسماعيل ابن أبي خالد وهو البجلي يمني حان الله قل يوم إلا وهو يمر معنا محدث من محدث هذه البلاد هذه الديار اليمنية فرحمهم الله وجزاهم الله خيرا وجزى الله جميع المحدثين خيرا أبو عبد الله كوفي طيب كيف يمني كوفي أصله يمني نزل الكوفة والله أعلم أغلب من نزل الكوفة من اليمن أغلب من نزل الكوفة من اليمن قال عن عبد الله ابن أبي أوفى الصحابي صحابي رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزمهم أو اهزم الأحزاب اللهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم دعوات دعوات عظيمة من نبي عظيم على عدو عظيم فهذه استغاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استغاث وقال اللهم منزل الكتاب الكتاب الألف واللام للجنس الكتب التي أنزلها رب العالمين منها القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف وصحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم منزل الكتاب وفي قوله منزل الكتاب تعظيم للكتاب تعظيم للقرآن فالقرآن هو أفضل الكتب هو الكتاب المهيمن الحاكم الناسخ لجميع الكتب كلام رب العالمين سبحانه وتعالى سريع الحساب سريع العقوبة وعقوبة الله سريعة ربما في طرفة عين ونعوذ بالله من فجاءة نقمته فمن فجاءة نقمته أن تنزل بك العقوبة فجأة ومن ذلك موت الفجأة نسأل الله السلامة والعافية اهزم اهزم الأحزاب الأحزاب تجمعوا على النبي في يوم الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب وانظروا إلى قول الله إذ جاءوكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من المكان العالي ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر القلوب كأنها ارتفعت حتى سدت الحناجر والله جل وعلا قال في يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذن ما أحوج الإنسان في هذا الموطن إلى الذكر إلى الدعاء الاتصال بالله سبحانه وتعالى فلو قتل هو مطمئن اتصل بربه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اعلم أن الذي يرد عدوك هو الله لا استأنت ليست قوتك وليس ذكاؤك وليس أصحابك وليس جندك هو الله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الآية التي في المائدة أن يذكرها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ لا فلان ولا فلان هو الله هو الله سبحانه وتعالى فتعليق القلوب به وحده سبحانه وتعالى لا تعتمد على قوتك القوة تخون ولا على أصحابك يتفرقون اعتمد عليه سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون أما رب العالمين فهو حي لا يموت اللهم اهزمهم وزلزلهم الهزيمة من الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده سبحانه وتعالى فأعظم سبب للهزيمة الذنوب المعاصي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هو من عند أنفسكم وما حصل للصحابة وهم خير خلق الله بعد أنبياء الله في يوم أحد هذا أعظم برهان هذا أعظم برهان قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم يهازم الأحزاب فالذي يهزم الأحزاب هو الله جل وعلا قصص القرآن فيها عظه وعبراه نوح مع قومه موسى مع فرعون ما الذي حدث وما الذي حصل نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه نجى الله نوحا وقومه ومن معه نجى الله نوحا ومن معه وأغرق الذين خالفوه وكذبوه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني جميعا عن ابن عيين وهو سفيان ابن عيين أبو محمد الهلالي المكي عن إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم أبو عبد الله قال بهذا الإسناد وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب الحن الله الذي يجري السحاب هو الله والسحاب المسخر بين السماء والأرض بحار تجري بين السماء والأرض من الذي أجراها إنه الله وانظر إذا أمطرت سيوه الجارفة أحيانا فيها إهلاك وإغراق هذه كانت في السماء إذن هي بحار تجري الذي أجراها هو رب العالمين والاستغاثة بأمور عظيمة بإنزال الكتاب وبسرعة الحساب وبهزيمة الأحزاب وبإجراء السحاب أي الله جل وعلا هو الذي يصنع ذلك قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض طيب كلام النووي مختصر قال النووي ذكر في الباب دعاءه صلى الله عليه وسلم ما عند لقاء العدو وقد اتفقوا على استحبابه سمعنا جملة من الأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ما اهزمهم وزلزلهم أي أزعجهم وحركهم بالشدائد قال أهل اللغة الزلزال والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس نعم وزلازل التي يأتي بها رب العالم عظيمة ومن أعظمها ما يكون في يوم القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك انتشأ لا تعبد في الأرض قال العلماء فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلات القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر تعالى الله عن قولهم يعني معنى ذلك أنه يكون في ملك الله ما لا يشاءه ولا يريده وهذا لا يمكن أن يكون وهذا الكلام متضمن أيضا لطلب النصر وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا يوم أحد قال هذا يوم أحد وجاء بعده أنه قاله يوم بدر وهو المشهور في كتب السير والمرازي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين أي قاله في يوم بدر وقاله في يوم أحد صلوات ربي وسلامه عليه فقاله في اليومين نعم وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى هنا بارك الله شكراً للمشاهدة